كمان مجلس دارة النادي برئاسة الكابتل محمود الخطيب عاخد اجتماع مهم جداً مبارح عشان يتناقش فيه عدد من الملفات اللي بتخص قطاعات النادي المختلفة استعرض المجلس خلال هذا الاجتماع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وطبعاً تأثرها على التحديات اللي بتواجه كافة الكيانات خلال الفترة الرهنة وطبعاً على رأسها المؤسسات الرياضية ومنها النادي الأهلي خصوصاً وإن الأزمة دي ألقت أعباء مالية ضخمة الحقيقة على ميزانية النادي الأهلي حيث قرر المجلس تكليف الإدارات المعنية بدراسة كافة مصادر التمويل والعمل على تعظيم الموارد ورفع كفاءة الإنفاق لمواجهة كافة التأثيرات السلبية النتيجة عن هذه الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بتتطلب طبعاً دعم ومسندة من كافة الإدارات المعنية عشان نقدر ويقدر النادي الأهلي أنه يلبي طبوحات جماهيره وكل أعضاؤه وطبعاً والجهاز الفني والبنية كمان التحتية المتطورة اللي بدأ العمل بها من حوالي خمس سنوات فاتت ويمكن أكتر من كده كمان في الفروع المختلفة بالصورة اللي طريق بمكانة النادي الأهلي وطريق بمكانة حضراتكم الجمهور ويعني مريدي النادي الأهلي من كل مكان